نادي الأهلي بيبصر اللي جاي كلف الكابتن سامي أمصان بقيادة الفنية المؤقتة ومعه محمد شرف مدرب عام ومشيل يانكون مدرب الحراس ومعه كابتن سيد عبد الحفيز مديرا لكرة لاستكمال المهمة الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني جديد طيب دايما في الشداية بتلاقي كابتن محمود الخطيب متواجد في الحدث مش تلاقيه فرحة عشان ديه برضو مرتفطة بحاجات كتير يعني في الصعاب بتلاقيه موجود أول واحد مش مرتبط تواجده بفرحة بطولة أو مكسب أو فوز بكاس لا بتلاقيه دايما في وقت الشدة علشان يدعم الموجودين أيا كان مين عشان كده شفنا الإمبارع تواجد الكابتن الخطيب في تدريب الفريق وحرص دايما على الحديث مع اللعيبة اللي هم على قدر المسئولية وأنا واثق فيكم الكابتن الخطيب لو اتكلمت عنه عايز أيام اتكلم عنه ويمكن أنا شهادتي تبقى مجروحة لإني من عشاء الكابتن محمود الخطيب من قبل ما لوح ألعب في النادي الأهلي وعلقتي بيه الشخصية يعني مش عايز أقول قد إيه قد إيه عرفت إن الكابتن محمود الخطيب ده لما قربت منه عرفت قد إيه إنه رجل عظيم جدا 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 هو طبعا معنا اللقطات اهيه كابتن محمود في التدريب في الملعب النادي الأهلي وطبعا بيشد من أذر اللعيبة موقف صعب يعني الفترة دي يعني عشناها بلكده كلعيبة الموقف بيبقى صعب محتاجة دعم محتاجة دعم داخلي وزي ما شوفنا الكابتن محمود الخطيب ومحتاجة دعم خارجي من جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي عودتنا دايما على كده كابتن محمود الخطيب ده ولاده وهو حاسس بيهم وعارف إنه هو في الوقت ده لازم يكون جنبهم ولازم يدعمهم مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل الصحية اللي بيمر بيها أو ظروفه الصحية اللي بيمر بيها لكن هو عنده ثقة في الموجودين كلهم اللعيبة دي عارفة إنهم بيلعبوا في نادي بطولات عارفين إن معظم مش عايز أقول كل لعيبة مصر معظم لعيبة مصر نفسها تلبس بس الفنيلة الحامره ماتش واحد أنا كنت لعيب جاي من بره النادي الأهلي كنت بتمنى إن أنا ألبس بس فنيلة النادي الأهلي ماتش واحد بس فأنا عارف أنا بقول إيه بس أنا ما بقولش كلي لعيبة مصر عشانا ما ب embrace yitla y anla لا لا غالبية لعيبة مصر تتمنى إنها تنتمي لنادي الأهلي وإن شاء الله تلعب ماتش واحد بس بقى ميس النادي الأهلي كابتن الخطيب زي ما حضراتكم شايفين حضر التمرين تكلم مع اللعبة لاحظ بصوا لو بصيتوا برضو للصور الجميع في قمة تركيزه أحيانا لما تركز عالي قوي أو زيادة عن اللزوم بيبقى فيه أثر عكسي ولكن وجود الكابتن محمود الخطيب علشان يطمنهم من مرحلة الجاي علشان يديهم الثقة علشان يقول لهم أنتوا أولاد الأهلي أنتوا اللي هتكمله اللي هتكمله الفترة اللي جاية وبإذن الله أنتوا مخاضرين على صنع المكسب للنادي الأهلي في أي مباراة لأن زي ما بنقول دايما النادي الأهلي بما نحضر تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق وبعدين نرجع نكمل كلامنا في الموضوع دو فضل محمد